تعال نشوف اجتماع النهاردة اجتماع النهاردة اجتمع فيفا خامة الرئيس مع رئيس الوزراء حلو كده؟ طيب الرئيس تابع خلال اجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة زي ما قلتلك 2 مليون و 200 ألف فدان طيب ايه أهمية ده؟ ايه أهمية الدلتة الجديدة؟ قلنا قبل كده تعال نقول تاني الدولة عندها رؤية شديدة الوضوح لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر من المساحة الكلية للجمهورية الرئيس اطلع في الحتة دي على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة ده واحد توفير الآلات والمعدات من وسائل الرئي الحديثة ومحطات المية والميكانة الزراعية الترنبات عد بقى إلى آخره فوق كل ده الرئيس وجه باستمرارية التنسيق ما بين الجهات والقطاعات المعنية بهذا المشروع وهو المعنية بهذا المشروع هتلاقي حاجات كتير هتلاقي الهاء الأندس هتلاقي وزارة الزراعة وهتلاقي وزارة الري وهكذا وممكن تلاقي فيها كمان وزارة الصناع يعني هتلاقي خمس تلاف مكون شغال أو خمس تلاف جهة شغالة عشان المشروع ده يكتمل طب هو إحنا عاوزين نزود الرقعة الزراعية ليه عشان أقدر أوصل لاكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل وأقدر أسد الفجوات الاسترادية بتعتي بالمحاصيل الثانية زي الأمح وهنا عندي هدف استراتيجي متعلق بالأمح على سبيل المثال عندي هدف استراتيجي متعلق بالدرى الصفرة عندي هدف استراتيجي متعلق بفول الصوية عندي هدف استراتيجي متعلق ببنجر السكر وهكذا طيب بيضيف الرئيس على ده أنه يجب علينا جميعا مواصلة استخدام نظم ري شديدة الحداثة في إطار سياسة الدولة اللي مبنية على في الحتة بتاعة الراية دي وطرشيد استهلاك المياه رفع كفاءة إدارة المياه في مصر إحنا عندنا هدف استراتيجي منشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية المصرية ده ينمي الموارد ده يصون الموارد الموجودة ده يزود الموارد الاقتصادية والزراعية المصرية ده يعمل لي أمن غزائي ده يقللي فجوة الاستيراد وكمان ده يخليني يقدر أعمل مجتمعات عمرانية أكتر اتساعا وبالمناسبة هي مش بس زراعة ما أنا لازم أشتغل صناعة يعني هو أنا هزرع وهبيع الحصلات بتاعتي كده وخلاص لا ما فيه تصنيع زراعي وتصنيع غزائي وهكذا كل اللي احنا بنتكلم فيه يساهم فيه إنه الكتل السكانية الثقيلة المتزحمة تبدأ تتفكت وتروح على مساحات أكثر اتساعا ورحابة طيب تروح علشان إيه؟ تروح علشان فرصة عمل ففلان الفلاني اللي ممكن يبقى ما عندوش فرصة عمل في المدينة دي هيلاقي فرصة عمل هناك في الدلتة الجديدة ده معناها إنه إيه؟ هو ما كانش عنده فرصة عمل يعني الدخل صفر لما يروح الدلتة الجديدة أصبح فيه دخل فيه فلوس كلمة فيه فلوس وفرص عمل تساوي حاجة اسمها الناتج القومي الإجمالي الناتج القومي الإجمالي بتاعي ده اللي هو الـ 427 مليار دولار تبقى للبنك الدولي أنا كده بزوده طول ما أنا بزود فرص عمل يعني أنا بزود الفلوس في الإيدين يعني أنا بزود الإنتاجية يقوم اقتصادي يصبح أكبر